سائد نوعاً ما في المدارس نوعاً ما وطبعاً الليعين يعني أنا ما بني أسار أن يعني ألقي اللوم على طول كذلك أحنا ما نقول كل ترى بعدها هم البعض يعني ما بو كل المدارس في بعض المدارس بتلاقيها النموذجية بس أنا قصدي أن لو فأنا القانون هذا واحد أي مدرس بيفكر فيه شيء لا فيه قانون إذن فيه محاكمة لأن حضرتك أنت عارف إحنا شعب مو بس الشعب الكويتي كل المجتمع العربي يخاف من القانون يخاف من العقاب فهذا لو طبقنا القانون أنه فيه أسس لا والله ممكن أن أحد يبلغ عليه ممكن أن أحد يشتكي فيه عقاب نفس الشيء الطلبة لما يتحوشون مع بعض ويدرون أنه فيه قانون نفس الشيء وتأكيداً على الشيء بس معين على أنه بعض الدول خليج أنا هل بس سؤال ألم نصل أن يصير عندنا هيئة عامة للطفولة نفس الدول نفس قطر لما أروح فيه هيئة كاملة للطفل مثل مجلس الأعلى للطفولة في مصر أي فهل إحنا ما وصلنا لهالشيء نعم يعني إحنا داماً سباقين جميل وكل الكوادر الحمد لله عندنا نعم في يوم ما توقع القانون أمنية حياتي أنه يكون بسج فيه أي أعامة للطفل جميل هذا طرح جميل جداً وأيضاً سوف نرجع نتناقش فيه ولكن عندي تقرير وودنا نشوفه عن الأطفال وموضوع الأطفال ونرجع مرة ثانية نتناقش هو في عنف يعني بين الأطفال عموما بس شنو هي الأسباب تكون الأسرة مثلا الأب والأم ممتفاهمين في يعني بينهم في أمور مثلا تتعرق بالحياة الزوجية يعني ممتفقين تترك الأطفال عند الخدام أكيد يعني أثر وايد يعني يعني أهميون من بيئات غير أصلاً عن البيئة يعني الكويتية أو عن المشتبع يعني عموما فرح ينقلون اللي عندهم في يعني بيئتهم ورح يأثر سلباً على يعني عياننا أنا من رأيي الشخصي يعني أنه لابد من أنه يعني الجهات اللي تمثل علم النفس والأباء والأمهات أنت كلهم يعني محاضرات وندوات عن هذه القضية لأن هذه قضية هامة هي يتحمل فيها مسؤولية قيل بحاله يعني والقيل هذا يحتاج إلى تربية صالحة ويعرف في الخطوات الأولى من بداية حياته يعني بالحنية والأبوه والأموما أيضاً يعني تقريباً حين الولد الكويت تربية الخدامة يعني قل اللي يكون الولد ما خد حقه من أمه يعني تلقى الأم المثالية يعني نادر حين تلقاها الولد ما لا مخد حقه برضاعة ولا تربية ولا الخدامة يلحق الخدامة يقولها ماما في أطفال شخصيتهم ضعيفة يكون بسبب الخدامة لأن على طول ما لا شخصية ما لا شخصية لأن على طول خايف الخدامة تمسكلات روح لا تجي له الأم ما عندها الصورة يعني هي مات ما عندها خلفية على الولد إذا هو شخصية قوية أو لا بس الأم لما تربيه تقدر يعني تنمي فيه هذا الشيء عودة مجددة عزيزي مشاهدة بعد هذا التقرير وضيوفي الكرام شفنا التقرير ويمكن آخر تقرير شوية هو اللي عجبنا لآخر مقولة اللي قالت إنه الخدامة هي الولد تربية الخدامة حالينا والطفل بالحربي طيب ودنا إحنا الحين نعرف بالنسبة لدور الخدم في البيت إحنا قبل ما كان عندنا هالشيء صح ولا لا يعني خلنا نقول من قبل الغزو كانت هذه الأشياء ملحوظة الآن صارت ملحوظة جدا من الأم فمن التربية الخاطئة يعني ممكن الأم الآن تطلع للعمل للوالد يطلع للعمل فالطفل يبقى مع الخادم أنت قاعد ثير قضايا كثيرة وهموم كثيرة وتحتاج إلى جلسات وجلسات لأننا حس كل نقطة ثيرها الملف اليوم فتحنا كل نقطة ثيرها تحتاج أن الواحد يتكلم من قلب عليه لأننا اليوم فتحنا ملف هذا دكتورا يعني مريت على التعليم المعلمين في نقطة أساسية جدا ودي أشير لها فضلك يجب أن نتعود أنا كأم أكيد أحب أطفالي أنت كأب أكيد أنت عاطفتك جياشة تجاه أطفالك و كل إنسان سوي هذه هي طبيعته لكن نغفل أن لهذا الطفل حقوق حقوق يجب أن تصان بعدها تنساحب على كل إنسان متصل بهذا الطفل يجب أن يعرف أن لهذا النشأ حقوق فمتى ما ترسخ هذا الشعور في ذيننا حتى المعلم يجب يعرف أن للطفل حقوق نعم هو قاعد يأدي مهنة معينة ومهنة عظيمة ويأخذ عليها مكافأته لكن خلال تأديته لهذه المهنة يجب أن يعرف أن هناك حقوق لهذا الطفل هناك عنف في المدارس والعنف موجود منذ الأزل أيضا مثل ما ذكرنا قبل قليل ليس جميع الآباء والأمهات أسوياء ليس جميع المعلمين أسوياء أيضا هناك الطفل الضخم والكبير والعنيف والطفل التلميذ الصغير والضعيف أيضا فبالتالي يتعرض للأذمن الذي أكبر منه قضية التأديب هذه نقطة مهمة نحن الآن بدأنا بدورات نقدمها للمعلمين وحاولنا أن نتواصل مع بعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لكن تعرف الروتين في المؤسسة الحكومية نحن لا ننتظر الروتين فبدأنا الآن في يوم 16 من هذا الشهر ستكون دورة بمستوى رفيع جدا يقدمها شخص متخصص تخصص دقيق جدا في هذا الجانب للمعلمين نحن سنستمر على مدار السنة هذه دوراتنا متوزعة على أنشطة كثيرة قضية أثرتها يعني قضية التأديب التأديب للوالد أو التأديب قضية التأديب ما هي واضحة عندنا يعني بعض الأحيان مثل ما ذكرت الدكتور نرمين وأنا شاكرا لها صراحة أنا فوجئت بهذا الحماس اللي عندها كأنها أضو يعني من شد الأعضاء اللي عندنا في الجمعية يعني حماسها للطفل وما يتعرض له في خيط رفيع بين التأديب والتنكيب والتعذيب صحيح وفي خيط رفيع بين التدليل والتدليع نعم فالتأديب والتعذيب بعض الأحيان قضية الأدب اللي مثل ما ذكرت أنت هذا الولد ولدي وهذه بنتي أنا بربيها بطريقتي نعم بنتك بس لازم تعرف إلى أي حد أنت تستطيع أن تستخدم يدك أو لسانك بعض الأحيان اللسان مؤدي يترك بصمات أكثر من اليد في النفس البشرية صحيح وبالتالي دائما في ذهننا وإحنا الربي يجب أن ما يغيب عن باننا هذا الأمر مثل ما التأديب الشديد يصل إلى درجة الأذى أيضا التدليل مطلوب جميل أنا كطفل يجب أني أعيش حياة مدللة نعم التدليع أيضا مؤدي إلى الانحراف صحيح بعض الأحيان كثير من الأسر يعني تمد بالمال في سن مبكرة لهذا الطفل وتخليه يعني ينسحب إلى أشياء كثيرة تؤدي به إلى الانحراف أذو لا أدوا به إلى الانحراف أيضا لا ننسى الدكتورة يعني أعطيش نقطة أيضا التمييز بين الأطفال كثير أو الأبناء هذا أنا يعني لو ندخل في تفاصيلها قضايا مؤلمة يعني الأب والأم اللي ميزون بين طفل وآخر صدقني تبقى إلى الكبر وتنفصل هذه الأسر انفصال كامل للأخوان ينفصلون عند الكبر أو الأخت وأخوها ينفصلون نتيجة هذه التفرقة صدقني هذه هي أسبابها الرئيسية لأن في أول مرحلتهم أول النش مروا بهذه التفرقة الشديدة هذا موضوع يعني يطول الحديث في هذا الجانب أمور كثيرة لو نتكلم فيها تحتاج إلى جلسات وأتمنى عليكم أنكم أنتم تتمون في هذا الشأن أنا ديوان أتميز بشيء واحد أن الملفات لا تغلق حتى نهايتها يعني مستعدين لناقش الموضوع هذا لأن نوصل أيضا لأصدار القانون وإحنا معاكم مفتوح ديوان للكل وأنا أعيد اللي قاعد تركز عليه الدكتور نرمين بالنسبة للإعلام خلينا نحاسب الإعلام الرسمي جميل أنا يعني أحاسبك إعلام خاص من حقي كمجتمع أني أنا أحاسبك وسائلك أنت خدمت المجتمع ولا لا في جانب ترفيه في جانب في مردود ليكن ما يكون هذا المردود لكن من حقي كأضف المجتمع أشوفك أنتش كثر أديت فما بالك بالمؤسسة الحكومية المؤسسة الإعلامية الحكومية من حقي أنا كفرد عادي أني أحاسبها لأني شركة شكورها مات البرامج المشتركة يعني منزانية مفتوحة المفترضة يقونها اللي بقولها دكتور نرمين أنه ما في خطط يعني اجتهادات يعني يجب تكون خطط مرسومة أنا في خلال